بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم الوقت عن الجوجرن سندروم الجوجرن سندروم ده درس مهم جدا برضو متغلغل معنا في المنهج لكن هو أوتوميون برضو بيجي غالبا في الفميل 9 الواحد عشان كده غالبا السؤال هيجيلي في الامتحان بحالة فيميل من 50 ل 60 سنة معها الثلاث حاجات دول يعني السوايل اللي في جسمها كلها نشفة ما بتطلعش دموع ما بتطلعش عرق ما بقها ما فيش سلايفا ده مشكلة اللي هو الجوجرن سندروم طيب الدرايموس هو لو وقفت على كده حلو قوي لكن الدرايموس ممكن يجب هالب في الامتحان تلخبطني شوية درايموس يعني ما فيش سلايفا يعني فقدنا وظيفة السلايفا اللي هي الانتي ميكروبيا الاول لوبريتان فبيحصل نتيجة كده ايه يحصل نتيجة كده ان البكتيريا تشتغل بقى يحصل دينتال كاري التساوس الاثنان يحصل لص لطيس على طول في إيرلي إدج في سن مبكر يحصل دفقال تسوالونج ديسفيجيا السؤال ممكن يجايل بديسفيجيا فأقول مرة انا فتكر ان هو ما شيل في الاجعة فأجاى يقول لا ودرايموس ويبقى هو كده جايل لدفقال تسوالونج ديسفيجيا ما فيش السلايفا مش قادر يبلع في لص للتست ولص لسميل لا قادر يشم ولا قادر يتزوق كل ده ماشي في سكة الدرايموس ما فيش سلايفا تانج اثروفي ممكن اشوفي تنج فشر. ممكن اشوف أنجل اركليتس. كل الحاجات ديت ممكن تتوصف لي في السؤال. طيب. دراي اي. دراي اي. دراي اي في السؤال ازاي. يوصيلي دراي اي في السؤال ازاي. دراي اي طبعا هي اسمها الزيرو في السالمية. الزيرو في السالمية يعني مافيش دموع نوتير. أو يوصيلي انها كيراتو كونجيكتفايت السكة. اللي هي الحتة دي. برضو طبع دراي اي بتعمل كل الكلام. يبقى فيه اتشينج. عينه ناشفة اتشينج. يحس ان فيه ساند رامل تحت جفنه يبقى اتشنج ساند بيرننج حرقان يجي يركب اللينس او تركب الكنتاكت لينس تلاقي فيه صعوبة في انها تحط الكنتاكت لينس ديت مشاكل لدراي اي النكس ويلنج احنا اخذناها في البروتد احنا بنلاقي هنا في انلارج ساليفر جلاند اللي هو بيلاترال سبمانديبولار انلارجم بتبقى بيلاترال ويبدأ بيكون السبب لينفوستيك انفلتريشن مهم او اخذ بيوبسي من البروتد او بيوبسي من الليب علشان اعمل اشوف انها هستولوجيكالي فيها لينفوستيك انفلتريشن يبقى تشخيص الجوجرين سندروم ببساطة هتجي لي الحالة بدراي ماوس بدراي اي وفيه بروتد انلارجمينت ويسألني انك ستستيب ان اخذ بيوبسي للب او للبروتد الوصف بتاع السؤال بتاع الدراي اي اتشنج وساند اندر ايلد وبرننج طيب الوصف بتاع الدراي ماوس يقول انه هو مش قادر يبلع مش قادر يشم مش قادر فيه اتروفي في اللونج وفي دينتال كاري التساوس كل الحاجات ديت هي الجوجرين سندروم بكل بساطة لو سألني طبعا بييجي معها ارسترالوجيا ودراي سكن الدراي سكن مفيش عرق بقى وبييجي معها ارسترالوجيا وممكن يحصل دراي فاجينا اللي هي بنسميها الديس بارونيا لو فيه حاجات ليس كومن ممكن تيجي في اللونج ممكن تيعمل ممكن تيعمل المستدانجيرس كومبليكيشن لو اتسألت عنه هو انه نهضجك الليمفومة خدناها مهمة اوى اعرف ان الجوجرين ده السوشيتب مع الليمفومة خصوصا انه نهضجك الليمفومة البيستينيشال تست هو الشرمر تست بحط البيبر كده عشان نشوف الايلد هتنزل دموعه تيرز ولا لأ هيبقى نوتيل البيستينيشال سيروم تست هو الانتي رو والانتي لا ده اللي بعمله للسيروم الانتي رو والانتي لا المستئة كوريتف ان انا بعمل لب او بروتد جيلان بايو سي العلاج ان انا بدي بقى احط بقى عاوز ثوائل اديله حاجة يشربها عشان تلطاب له فوقه اديله شجر في ليجام او فولوريت او اديله ارتفايشال تير عشان عينيه او ممكن اديله البيلوكربين البيلوكربين ده هو اللي بيحفز الاسطيركولين ويفرز الدموع والثوائل وحاجات دي كلها طيب الاسطيركولين تسبع الجبل ايه بين الانستيرويد والاستيرويد احنا كده خلصنا حالة الجوغرين سندروم نشوف السؤال عليها عشان يبقى familiar معنا الحالة جايلة هو 49 سنة احنا من الاربعين من الخمسينات للستينات وومن ماشي بجاية difficulty eating for 6 months في ديسفجيا هوات موجود فيه mouth dryness وبعد كده معادتش بتلبت الانس لان في عندها dryness وبيعمل لها irritation لعينيها يبقى انا كده بتتكلم في dry mouth و dry eye ويبقى خلاص حالة نفسه سؤال حالة نفسه عندها dintel carrot ده بيكمل حل نفسه يعني بيغششنا اكتر من كده يمش عارف الexamination عنده bilateral enlarged cheeks يبقى احنا كده بنتكلم عن bilateral enlarged salivary gland اللي ممكن تكون البروتد نوران ملوكوزا dry trunk atrophy كل ده احنا ماشيين في سكة اللي هو الجوجرن وفيه dry skin ولما عمل خد عينة من البروتد لقى فيه lymphocytic inflammation يبقى انا كده بتكلم typical عن الجوجرن وconfirm الدياجنوز بيقول لي ايه اللي مستسفتفك للكونديشن ده ايه اللي ممكن نلقاه اسفتفك اول للكونديشن ده طبعا احنا عرفينه بقى مش هنعود نفكر فيها بثير الانتي لا والانتي رو احنا كده خلطنا الجوجرن سندروم باختصار الجوجرن سندروم واحد ناشر فيه كل السوائل بتاع جسمه جاي يشتك منها بس العلاج يبقى انا بتدله حاجات تطلع على السوائل دي التاني او كده associated مع النونهوضجيك الليمفومة الليمفومة عموما وخصوصا النونهوضجيك الليمفومة احنا كده خلصنا الجوجرن سندروم